مدرستي أنا كنت في القرخ لكن أبويا خلاني في مدارس الجعفرية ليش؟ لأن تطيب من الثالث إنجليزي ومثل أهلية يعني كليات بغداد في كليات بغداد كانت الجعفرية وأذكر كل شيء ما تذكر؟ يعني مثلا كان مطعفية ولا أنصرية الجعفرية بها يهود بها مسيحيين بها طوافاني ما حد أذكر طائفة المحسنين ولا تجعل طائفة الفلانية وطائفة الفلانية عافية عليك ولا أذكر أنه صار فتحادث مزعج بها لأن تربية بها مثلا شو بالتناقض يجي مدرس الدين معمم يدرسنا الدين ويعلمنا الصلاة يروح يجي الموسيقار المعروف أكرم رؤوب يدرسنا نشيد ويعزفنا الأناشيد في درس النشيد في الصف حتى اختار يجيب آلة موسيقية ويعزف كمان ويعزف بزق الله يرحمه هو أستاذ يعتبره وبعدين إلى فضل علي أيضا خلاني يعني يجي أربعمائة طالب وطالبة أعطاء لا أفهم مو طالبة طالب يجي إذا يدور يريد ينقي يطلع فرقة نشيد من الطلاب حتى يودي هالإذاعة يقرون نشيد اختارني يعني واحد من فرقة النشيد بس تقول آه يعرفك صوتك مميز مميز أو تقدر صوتك حلو أو لا فاختار فرقة النشيد واخذنا الإذاعة ذكر هي هاي البادرة أو البذرة الأولى اللي فتحت عندك خلي نقول الأوالم الفن اي المقام لا مو الفن المقام الموسيقى وبعدين هو نفسه عند فرقة موسيقية في نادي مصلحة نقر ركاب يقودها هو وهو دراسته بتركيا ويعزف البزق يعزف الكمان أيضا هذه هذه الموسيقى وأنا أريد أيضا يعني أقول للمشاهد أريد أقول له أنه إبراهيم العبدلي يعني هو تمام الآن هو فنان تشكيلي نعم بس كثير من الناس ما يعرفون فقط الأصدقاء والقريبين يعرفون أنت تقرأ المقام يعني مقرأ مقام يعني هذا التنوع اللي يعني أشرت له في بداية التقديم نعم هذا التنوع نعم شلون انجمع عندك يعني هو من موهبة من رب العالمين يعني مو أي واحد يقدر يقرأ مقام اشتركوا في القناة